السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب العزاء طلاب الصف الاول السنوي الفيديو ده ان شاء الله هنعمل مراجعة سريعة وتقدر تقول عليها مراجعة ليلة الامتحال لمادة الحاسب الالي للصف الاول السنوي مراجعة قوية جدا هتلم المنهج كله في اقل وقت يلا بينا نبدأ كده عشان الفيديو مبقاش طويل والمنهج بتاعكم اتقسمه لكم لموضوعات هنبدأ بالموضوع الاول اللي هو مدخل مشروع الاطلس العربي الالكتروني الاطلس عموما ايه هو الاطلس الاطلس ده كتاب انت بتستخدمه عشان تعرف حاجة عملت زي خريطة كده تمام اهو ليه تعرفين كتاب يضم مجموع من الخارجات الجغرافية يعني لو رحت في بلد وانت عايز تعرف الاماكن اللي ممكن تزورها ايه بلد غريبة عنك تركيا مثلا فهيدوك كتاب كده او هيدوك خريطة او اطلس تمشي بيه عشان تعرف تتحرك في الاماكن اللي انت عايز تروحها او بمعنى تاني طريقة لاستكشاف العالم بعرض مجموع من الخارجات الخاصة بالقرارات او الدول طيب نخش على الشغل بتاعنا احنا شوية بقى احنا السنة اللي فاتت في تالت اعدادي خدنا الفيجوال بيزيك وعرفنا ايه هو البوتون وايه هو الفورم وازاي نحط ليبل وازاي نحط تشيك بوكس وليست بوكس وكمبو بوكس الحاجات دي فاكرين الادوات ديات لو راجعنا مع بعض كده شوية هتفتكروها طيب مشروع الاطلس العربي الالكتروني ده هنقول انه هو برنامج لعرض معلومات الدول العربية او اي دول في اي قارة انت ممكن ان لانك انت اللي بتصممه فبتقدر تحط فيه اللي انت محتاجه تمام المهم ان احنا بنعمل زي مشروع كده او بروجيكت او برنامج صغير sumuker بيعرض العلم بتاعد الدولة الدولة العاصمة بتاعد الدولة اهم الموانع الخريطة بتاع هاتها ممكن كمان تحطوا صوت بالسلام الوطني او فيديو للمعالم السياحية بتاعدها البيانات المطلوبة عشان تعمل برنامج او البروجيكت او المشروع الاطلس العربي بتاعك lleva اول حاجة محتاج بيانات نصية لانك طبعا هتطلب اسم الدولة اسم العاصمة اسم القرة اللي فيها الدولة الحاجات دي كلها بيانات نصية بيانات مكتوبة يعني تمام تاني حاجة بيانات رسومية انت هتحط مجموعة صور طبعا صور سبتة ومتحركة صح يعني ممكن تحط عالم بيروفرف انت كده حطت صورة متحرك او صورة سبتة لاهم المواني لاهم المعلم السياحية الحاجات دي كلها محتاجة بيانات رسومية اللي هي الصور يعني بيانات صوتية وعلى فكرة بيانات رسومية يندرك تحتها كمان الفيديو يعني انا ممكن احط فيديو كمان طيب بيانات صوتية مثل السلام الوطني للبلاد والتعليق بصوت يعني انا ممكن احط زي من اقولت كده النشيد الوطني بتاع مصر واحط كمان تعليق صوتي بصوت اي حد بيتكلم على نفس البرنامج جميل اوي بعد كده بحدد البرامج اللي انا هستخدمها وايه هي البرامج اللي انا هستخدمها زي برنامج ويندوز ميديا بلاير اللي انا هعرض عليه سواء كان السلام الوطني او هعرض مثلا فيديو قصير لأهم المعالم السياحية او المواني اللي موجودة في الدولة اللي انا عمل لها البرنامج بعد كده بنتكلم عن جزئية الوسائط المتعددة ايه هي الوسائط المتعددة الوسائط المتعددة دي اللي هي الصوت الصور الفيديو تمام وانا لما اجي اتكلم معاك كده اه كلام بس نص كده كلام القاء غير لما اعرض لك صورة او اعرض لك فيديو صح الموضوع هيبقى اكثر تفاعلية يبقى لو جينا نقول تعريف للوسائط المتعددة هنقول هي الوسائط الحملة للمعلومات اللي هي بتحتوي على مجموعة معلومات يعني زي اه صوت صورة فيديو وهدفها تحقيق الفعاليات التعليمية طيب ايه هي مميزات الوسائط المتعددة في التعليم واحد تسهيل الحصول على المعلومات باستصارة عدد اكبر من الحواس يعني لما انا زي ما انا لسا كنت بقول لما اتكلم معاك عادي كده غير لما اعرض لك صورة والصورة تغني عن الف كلمة فبالتالي بتسهل لك الحصول على المعلومة اكتر من الرغي كتير اتنين توفير الوقت والجهد لكل من المعلم والمتعلم زي ما لسا كنت بقول اهو بتوفر علينا كلام كتير لان الصورة تغني عن الف كلمة لف لما اعرض لك فيديو او صورة فده هيوفر علي علي انا كتير وعليك انت كمان كمتعلم كتير طيب تجعل عملية التعليمية ممتعة طبعا ممتعة لما اعرض لك فيديو بيتكلم عن حاجة غير لما نعود القي كلام كتير كده عليك ملوش لازمة بتشد انتباهك للمعلومات المعروضة طبعا لما اكون بتكلم عادي وفجأة لقيت صورة ظهرت كده على شاشة العرض جنبي فبالتالي ده هيلفت انتباهك او هيشد انتباهك صح؟ خمسة تساعد على تنوع اساليب عرض المعلومات طبعا فده لما انا باعرض بالالقاء لانا هاعرض بفيديو هاعرض بصوت هاعرض بصورة مراحل حل المشكلات دي واحنا خدناهم السنة الفاتت في تالت اعدادي في جزئية بتاعة خراطة تضفق لو تفتكروا واحد كانت تحديد المشكلة عشان احل اي مشكلة لازم اعمل لها عملية تحديد اعرف المشكلة مش بالبلد كده بقولك اه عشان تحل اي مشكلة تعترف بيها يعني تحدد المشكلة اللي عندك ايه عشان تعرف تحلها وفيها تم تعريف المشكلة وتحديد المدخلات والمخرجات تعرف المشكلة اللي عندك ايه وليكن مسلا عسابين المشكلة اللي عندنا ان احنا عايزين نطلع حاصل ضرب عددين فبالتالي لازم اعرف المدخلات عندي A والمخرجات. فهنحولها لمعادلة ونقول المدخلات عندي A والB والمخرجات السي. خلكوا فاكرين المعادلة دي. المدخلات عندي A والB والمخرجات عندي السي. والعملية اصلا عملية الضرب. تمام? طيب. اتنين تحديد المخرجات. المخرجات عندي اللي هي السي تتمثل في النتائج التي هتحصل عليها بعد حل المشكلة. فانا عندي المشكلة ان انا عايز اعرف ناتج السي ده كامل. الA في الB بيساوي السي. تلاتة تحديد المدخلات. تبدأ تعرف ايه هي المدخلات اللي عندك اللي احنا هنعرأ عايزين حصل ضرب عددين صح? فبالتالي الA والB هي المدخلات اللي موجودة عندي. رقم اربعة كتابة خطوات الحل اللي هي الخوارزمية. والخوارزمية اللي هي خطوات الحل المرتبة ترتيب منطقي وما ينفعش فيها حاجة تيجي قبل حاجة. فلازم تبقى ماشية بتسلسل او بترتيب. تتمثل في رسم خليل التضفق ووضع خطوات متتالية. واخبالك بقولك متتالية. خبالك عشان الحاجات دي بتيجي في شكل صح وغلط وبالاخبطك في الحتة دي. بعد كده عندنا كتابة البرنامج. ابدأ بقى اشوف انا هشتغل ببرنامج ايه? او هشتغل بلغة برمجة ايه? الHTML او ولا الJava ولا الPHP ولا اي من اللي انا هشتغل بي ده. تمام? بعد كده اختبار البرنامج. بيانات معلوم نتاجتها مسبقا وتصحيح الاخطار. مش احنا كنا بنقول في البداية ان احنا مثلا لو البرنامج بتاعنا هنعمله لحاصل ضرب عددين. فابدأ اعرف الخمسة في خمسة بكام. عارف النتيجة بتاعتهم. فابدأ احط العددين ان انا عارفهم دول وعارف النتيجة بتاعتهم عشان اشوف اتأكد ان البرنامج بتاعي شغال صح ولا لا. سبعة واخر حاجة توصيق البرنامج. توصيق البرنامج يعني تسجيل ما تم من مدخلات ومخراجات ولغات البرمجة تبدأ توصق او تكتب كل المعلومات الخاصة بالبرنامج. اللغة البرمجة اللي استخدمتها. ايه كانت مدخلاتك. ايه كانت مخراجاتك. كل حاجة عن البرنامج. كده ده كان الموضوع الاول اللي هو الاطلس العربي الالكتروني مهم جدا على فكرة وبيبقى موضوع امتحانات دايما. الموضوع التاني بيقول لك ادارة بيانات المشروع. ادارة بيانات المشروع دي حاجة بسيطة وسهل. ازاي تنشئ مجلد فاضي. تيجي بالماوس في اي مكان مفاضي. كليك يمين. تختار من القائمة المختصرة اللي هتظهر ديت آآ كلمة اول ما تضغط على نيو هتظهر لك قائمة تاني تختار منها فولدر. اللي هو علامة الفولدر. عارفين الفولدر الاصفر ده اللي احنا بنحط في المنف بتاعتنا او المنفات بتاعتنا. وبعدين ابدأ اكتب اسم الفولدر او المجلد بتاعك زي ما انت عايز. بعد كده بيقول لك عشان تحزف فولدر. حاجات دي بسيطة وسهلة لو اغلبنا عارفة. عشان اعادة تسمية المجلد اللي هو فولدر. ازاي تعمل له اعادة تسمية. حدد الفولدر. كليك يمين عليه بالماوس. وبعدين اختار كلمة رينيم. رينيم يعني اعادة تسمية. وكتب اسم المجلد زي ما انت عايز. البحث. البحث على الانترنت من اشهر خدمات الانترنت هي البحث. تمام? انك عايز تجيب بحث او عايز تجيب معلومات عن جمهورية مصر العربية. هتروح تفتح محرك البحث بتاعك اللي هو اشهر محرك موجود. وتبدأ تكتب جمهورية مصر العربية. هيبدأ يجيب لك كل اللي هو عايزه. طبعا عندنا حاجة اسمها الموسعات الالكترونية. الموسعات الالكترونية. وهي عبارة عن كم هائل من المعلومات موجود على موقع معين طالما قال لك الكترونية. يبقى كم هائل من المعلومات موجود على موقع معين في مجال معين. تمام? وملت بترتيب منطقي ومنظم عشان تقدر ان حضرتك مستخدم تطلع عليه وتخب منه المعلومات او البيانات اللي انت عايزها بكل سهولة. تمام? دي كده الموسعات الالكترونية. طيب ايه ايه هو الغرض من استخدام الموسعات الالكترونية? تقديم واحد. تقديم اهم المعلومات او الحقائق المتعلقة بالمعارف الانسانية. اللي هي المتعلقة بمجال معين. بيقدم لك معلومات كتير زي ما لسه كنت بقول. او حقائق. وعلى فكرة في فرق بين الحقائق والاراء. الفرق بين الحقائق والاراء. الحقيقة لا تقبل الشك وتم اجراء عليها عمليات ابحس علمية كتير. انما الرأي ده رأي الشخصي ورأيك الشخصي ورأي حد تالت الشخصي فبالتالي يقبل بالشك ويقبل المجادلة والمنقشة إنما الحقيقة لا تقبل ولا شك ولا مجادلة ولا منقشة وتم إجراء عليها عمليات وأبحاث طيب اتنين للاستفسارات المرجعية السريعة عشان توصل لأي معلومة سريعة كده خش على موسوعة الإلكترونية معروفة واستخدمة زي ويكوبيديا مثلا أو المعرفة أو العربية تمام؟ تقديم العروض المجازة الخاصة بعض دعوات معينة في مجال معين زي ما كنت بقول بتقدم لك مجموعة أو كم هائل من المعلومات بشكل سريع ومنظم ومرتب وهجائي تمام؟ أشهر موسوعة الإلكترونية ويكوبيديا طبعا أو المعرفة أو العربية تمام؟ الموضوع التالت بيقول لك تجميع بيانات المشروع باستخدام الجداول الإلكترونية إيه هي الجداول الإلكترونية؟ برنامج الـ Excel، برنامج الـ Access دي كده الجداول الإلكترونية وهي عبارة عن جداول بيانات مصنفة أو فيها مصنف عمل اسمه Workbook ده اللي موجود في الـ Excel على فكرة بيه مجموعة من أوراق العمل بس كده عبارة عن مجموعة أو جداول بيانات إلكترونية بيها مجموعة أوراق عمل بس كده ده تعريف سريعه ورقة العمل اللي هي بتتكون من الأعمدة والصفوف والخلايا وعلى فكرة الخلية هي عبارة عن تقاطع الصف مع العمود تقاطع الصف مع العمود وبتاخد عشان تعرف اسم الخلية إيه بتاخد حرف العمود مع رقم الصف حرف العمود مع رقم الصف طيب العمود عبارة عن عمود من البيانات وبيبقى عنوان العمود حرف عارفين الإكسل بيبقى فوق حق أول عمود إيه وأول صف واحد الصفوف عنوينها أرقام والأعمدة عنوينها حروف أنواع البيانات التي يمكن يدخلها داخل الجداول الإلكترونية تدخل رقم تدخل نص تدخل صيخ اللي هي تحط إيه زائد بي بيساوي إيه تمام؟ أو واحد زائد واحد بيساوي إيه طيب الجدول هو المكون الأساسي لقاعدة البيانات مفيش قاعدة البيانات من غير جداول إلكترونية سواء كان أكسز أو إكسل تمام؟ كل صف يمثل سجل وكل عمود يمثل حقل ومحتوى الحقل يسمى بيان على فكرة السطر ده مهم جدا مهم جدا أنه بيجي برضو في شكل صح وغلق ركز معي أنا كاتبه لك باختصار على فكرة كاتبه باختصار جدا كل صف يمثل يبقى الصف هو السجل الصف هو هو السجل طيب العمود هو الحقل العمود هو الحقل ومحتوى الحقل بنسميه بيان مجموع بيان بيانات قاعدة البيانات هي مجموعة من البيانات المرتبة قاعدة البيانات دي انت اللي مجهزها ومرتبها وهي عبارة عن مجموعة من البيانات المرتبة والمنظمة المرتبطة بموضوع معين داخل جدول ويمكن ان انت تسترجحها بأي برنامج سواء كان اكسز أو اكسل في أي وقت تمام؟ ده تعريف قاعدة البيانات لفكرة الكلام انا كدبه باختصار ولكن اختصار مفيد جدا وهيسهل عليك كتير جدا طيب الموضوع الرابع معالجة وتصميم الصور احنا كل ده بندور حوالين مشروع الأطلس على فكرة الأطلس الإلكتروني ازاي تعمله فلمام لك الموضوع من ازاي تستخدم اقل عمليات او ادارة البرنامج وازاي تستخدم الصور ازاي تستخدم الفيديو ازاي تستخدم الصوت ازاي تستخدم قواعد البيانات او البرامج اللي فيها قواعد بيانات طيب الجزء بتاعتنا بتتكلم عن تحرير ومعالجة الصور ايه هي البرامج اللي ممكن نستخدمها برنامج اسمه paint.net او simpaint او pixart وكل حاجة من دول بيليها نظام تشغيل نظام التشغيل لجهاز الكمبيوتر بيبقى windows او linux تمام فعندنا برنامج paint.net بيشتغل بwindوز وال simpaint بيشتغل بال linux pixart android بيشتغل بالاندرويد طيب او بيتشغله على التليفون يعني انواع امتدادات ملفات الصورة عندنا مجموعة امتدادات وجزء دي مهمة على فكرة الجدول بتاع الامتدادات ده مهم جدا نوع امتداد الصورة عندنا ستة انواع R-A-W R-A-W والشفافية بتاعته اللي هي الخلفية بتاعته موجودة يعني هو عارفين الصور البي اني جي هيتعد علينا دلوقتي الصورة البي اني جي دايما بيتميزها ان هي ملهاش خلفية ما تلاقيش في حاجة وراك انت واقف لوحدك كده مفيش اي حاجة وراك ولو حطوط الصورة دي ينفع انك بيستخدموها كمان في الجرافيك والحاجات دي. فالشفافية بتاعتها لا تدعم الشفافية الحركة ما بتتحركش. الحجم كبير حجمها كبير جدا. آآ الدقة والجودة عالية جدا. طلبة حجم حجمها كبير يبقى عالية جدا. خصوصا آآ مقارنة بالجي بي جي. طيب. الجي اي اف دي الصورة الوحيدة او امتداد الصورة الوحيدة اللي هو بيدعم الشفافية. وبيدعم الحركة وحط خطين كده تحت كلمة انه هو بيدعم الحركة ما فيش اي امتداد من دول بيدعم الحركة غير الجي اي اف. حجمها صغير آآ الالوان بتاعتها متين ستة وخمسين لون. عندنا كمان البي ام بي دوت لا يدعم الشفافية وحجمه كبير. وعالي مقارنة بالجي اه بالجيف او الجي ايف. طب الجي بي جي برضو لا تدعم الشفافية لا تدعم الحركة حجمها كويس او حجمها صغير. 16 مليون لون كمان فهده كويس جدا لان احنا. والشائع على فكرة الجي بي جي. الجي بي جي شائع هو. البي ان جي بقى مزيتها بقى ان هي لزاي ما كنت لسه بقول ان هي اه بتدعم الشفافية يعني ما لهاش خلفية. طيب. اه حركة ما هي مفهاش حركة لا تدعم الحركة حجمها صغير تمام. ال-WMF برضو تدعم الشفافية ولا تدعم الحركة ولو تاخد بالك ان كلهم لا يدعموا الحركة معدى ال-GIF تمام يبقى الجدول دوت مهم ولازم يبقوا مركزين فيه شوية طيب شوية ملاحظات مهمة جميع انواع الصور سابتة عدى ال-GIF زي ما نسه كنت بقول فيها سابت وفيها متحرك انواع الصور التي تستخدمها في برنامج ال-Visual Basic الامتدادات الموجودة قدامنا دي ملف الصور اللي هو تتعامل معه مع معظم انظيم التشغيل طبيعي يمكن ضبط حجم الصورة واضع تأثير عليها وقص جزء منها عادي اقل انواع الصور ساعة تخزينية هي دي اقل صورة حجما اقل صورة حجما واجبارهم حجما اللي هي ال-BMP تمام؟ انواع الصور حسب معاجتها والجزء دي مهمة جدا لان بتيجي ساعات برضو في موضع اسئلة في الامتحانات نوع الصور من حيث او حسب معاجتها نوعين Victor وRestor اللي هي رسوميات متجهة ونقاطية وال-Vector فيها لا تتغير دقة ودقة جودة الصورة عند تكبرها او تصغيرها تميز بصغر مساحتها يعني حجمها صغير وفي نفس الوقت لو عملت لها زوم او صغرتها ما بيتغيرش الجودة بتاعتها فلو تاخد بالك في صور زي ال-GIF او جي بي جي لو كبرتها شوية زيادة تلاقي ان هي بدأت جودتها وبدأت تباكسل معاك عارفين كلمة تباكسل طبعا دي تقولك الصورة مباكسلة تمام؟ فده اللي بيحصل في ال-Restaur اللي هي الحاجات اللي بيمتداد PMP او GIF او RAW او GBG كبان تمام؟ طيب الموضوع الخامس انشاء ومعالجة ملفات الصوت انشاء ومعالجة ملفات الصوت هنقول برضو نوعين نوع بيشتغل على ال-Linux وال-Windows ونوع بيشتغل على Android Wave Pad ده بيشتغل على ال-Android وال-Odo City ده بيشتغل على ال-Linux وال-Windows طيب ايه هي امتدادات ملفات الصوت؟ طبعا ال-M-B-3 كلنا عارفينه وال-Wave اللي هو ال-W-A-V وال-W-M-A كمان تمام؟ وكل حاجة منهم ليها ساعة تخزينية او حجمها يعني حجم الملف الصوت دوت وفيهم اللي بجودة ونقاء صوت عالي وفيه لقل وكل حاجة مكتوبة في الجدول فالجدول ده برضو مهم جدا اه نقدر احنا نحزف جزء من الصوت او نقصه او نقرره او ننسخه ببرامج ايه؟ ببرامج المونتاج ببرامج المونتاج الشبه الموفي ميكر كده او كامتازيا او بريمير او اي حاجة من البرامج دي من البرامج المستخدمة لتعديل ملفات الصوت برضو sound recorder ده احنا بنسجل به وممكن كمان نعدل به صوت من البرامج المشغلة لملفات الصوت برنامج طبعا ويندوز ميديا بلاير اللي موجود في الويندوز اصلا وهو من الحاجات الكويسة برضو الموضوع السادس انشاء ومعالجة ملفات الفيديو احنا كده عملنا الصور والصوت هنعمل الفيديو او هنعرف الفيديو البرنامج اللي بنستخدمه فيه معالجة وتحرير ملفات الفيديو موفي ميكر طبعا وهيه ببرامج قديمة شوية ولكن شغالة حتى الان موفي ميكر ده بنشغاله على الويندوز open shot اللي هو على نينكس وفيديو ميكر اللي هو على التليفون او على الاندرويد طيب انواع امتدادات ملفات الفيديو ال 3gb وال mp4 والavi كل دي امتدادات فيديو مهمة جدا والشائع منها mp4 طبعا لان حجمه متوسط وجودته كويسة وبيشغل طبعا ال mp4 اجهزة كتير بتشغل تمام والجادول برضو بتاع امتدادات ملفات الفيديو ده مهمة جدا برنامج الموفي ميكر برنامج بيستخدم لكتابة يعني بيعمل نوع من انواع المونتاج بشكل قديم شوية ولكن هو شغال احنا ممكن نستخدم بريمير كابتازيا دلوقتي عادي برنامج يستخدم في كتابة نصوص فرعية بين لقطات الفيديو المختلفة واضافة تأثيرات البرامج اللي بتشغل فيديو ويندوز ميديا بلاير طبعا طيب ايه هي استخدامات برنامج الموفي ميكر المنهج قديم شوية عشان كده بيتكلم على موفي ميكر ولكن احنا زي ما لسه كنت بقول عندنا برامج اكسر دقة واحسن كتير في الموتاش اضافة تأثيرات على لقطات الفيديو كتابة نصوص رئيسية وفرعية على الصور حفظ لقطات الفيديو داخل ملف تحريق وتعديد الفيديو تجزئة الفيديو الى مجموعة فيديوهات صغيرة او لقطات الموضوع السابع والاخير اعداد وجهة المشروع وضبط الخصائص طبعا هنرجع مع بعض شوية كده للفيديو البيزيك كنا بنضيف فورم في برنامج الفيديو البيزيك ونبدأ نحط فيه ليبل اول حاجات اللي احنا محتاجينها عشان نعمل مشروع اطلس اهو قالك حط ليبل كذا ليبل مش ليبل واحد يعني عشان تكتب عليه وطبعا احنا عارفين اداة اللي احنا بتستخدمها عشان نحط عليها عنوين او نكتب عليها حاجة قالك حط كومبو بوكس كومبو بوكس وقالك حط بيكتشار بوكس عشان تحط عليها الصورة حط بوتن طبعا عشان ده يبقى زرار نستخدمه لتفاعل ما نتفاعل مع اي حاجة نضغط على الزرار او البوتن والليبل طبعا زي ما كنا لسة بنقول وكمان حط اداة اسمها ويندوز ميديا بلير عشان يشغل بها النشيد الوطني تمام فهو بشكل عام دي كده الادوات اللي بنستخدمها عشان نعمل المشروع الاطلس او مشروع الاطلس الكتروني تمام طيب الادوات المستخدمة في المشروع هي الكمبو بوكس قالك اداة تعرض قائمة من العناصر تنتسدل لاختيار عنصر واحد عارفين القائمة اللي كنا وانت شغال على جهاز الكمبوتر كده بتضغط على السهم الصغير فبينزلك من قائمة تختار منها حاجة هي دي اداة الكمبو بوكس طيب البيكتشر بوكس عشان تعرض عليها صورة بس البوتن زرار زرار لما بتضغط عليه بنفذلك مهمة معينة اللي بول زي ما لسة كنا بنقول اداة او لافتة تعرض نص لا يمكن تغييره اثناء التشغيل هي عبارة عن يفطة بس بنحط عليها نص طبعا ويندوز ميديا بلير دي اداة بنحطها عشان شغل عليها فيديو او صوت مفيش اداة ويندوز ميديا بلير في البرنامج او ضمن صندوق الادوات ولكن انت لازم بتضيفها داخل البرنامج وبكده نبقى وصلنا لنهاية الفيديو النهاردة ومراجعة الصف الاول السنوي حاسب آلي وان شاء الله استمنونا في الفيديو اللي جاي هنعملكم فيديو ان شاء الله بالاسئلة فتوفيلكم جميعا والسلام عليكم اشتركوا في القناة